من شوية ظهرت نتيجة أوائل السنوية الأزهرية شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب اتصل بالأوائل وهناهم بالتفوق بتاعهم وفضلته أعرب لهم عن خلص تقديرهم لأسر الطلاب واني دايما بحب الجزئية دي قوي لأنه الطالب لما بيلاقي مناخ في البيت بيساعدوا أكيد برضو اهتمام الأب واهتمام الأم ده بيساعد على التفوق عايزة أقول لحضراتكم أنه المركز الأول علمي حصلت عليه أسماء عبدالله السماحي وحبيبة السيد خليفة وعصام هلال الحريري بمجموعة كام؟ ما شاء الله 649 يعني بنسبة 99.85% عايزة أقول لحضراتكم أنه الأولى لها تصريح بتقول أنها ما خدتش دروس خصوصية مركز الأول أدبي صراء سمير الرشيدي بالنسبة 97 و94 من 100% وطبعاً الكل دلوقتي في انتظار نتيجة السنوية العامة وقبل ما اتكلم عن السنوية العامة عايزة أقول لحضراتكم بكرة بقى في مؤتمر صحفي علشان نتيجة بقية النتيجة لكل الطلبة في السنوية الأزهري بنبارك لكل المتفوقين وإن شاء الله يا ربنا يكرمهم كده ونبارك لهم كمان لما يدخلوا الجامعة ويكونوا في أماكن متميزة طبعاً الأخبار دي على طول بتخلي طلبة السنوية العامة يقولوا خلاص احنا كده ساعات أو أيام بسيطة وتعلن نتيجة السنوية العامة خصوصاً إنه الأخبار بتقول إن كل الكنترولات بدأت في تجميع درجات استعداداً لاعتماد نتيجة السنوية العامة وأعلنها خلال الأيام القادمة طيب وشرات النجاح عاملة إيه؟ كل المواد خلاص تقفلت ودلوقتي بيتم الرصد خليني أرحب المتخصص والخبير في هذا الشأن كتب الصحفي الأستاذ رفاعد فياد